اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من مصر جديدة حلقة الجمعة ونبقى فورا في اخبارنا المتنوعة وانا ننتقل بعدها لفقراتنا الاخرى حضراتكم عارفين او يمكن سمعتوا او تابعتوا خلال الايام الماضية استكمال لما حدث منذ عدة شهور ما حدث منذ عدة شهور طبعا ان العدوان الاسرائيلي قدامه على قطاع غزة لا زال متعاصل حصل من عدة شهور انه جهود مصرية بالاشتراك مع الولايات المتحدة الامريكية والشقيقة قطر افضت الى هدن متتلية يومين في يوم في يومين استمرت لمدة اسبوع وهذه الهدن تم خلالها تبادل محتجزين اسرائيليين لدى المقاومة في غزة مع اصرى فلسطينيين في السجون الاسرائيليين ومنذ هذا الوقت وحتى الان تضاعفت حدة العدوان الاسرائيلي بشكل يعني مروع على قطاع غزة والخسائر البشرية خسائر المادية بتتضاعف يوميا والعالم يشهد ويشتعل وده حيكون جزء من فقراتنا النهاردة كيف يرى العالم هذه التطورات هذا العدوان الدموي سواء في الجماعات الامريكية وده فقرة او التحليل العام اللي المشهد كله مع استاذنا الدكتور علي الدنيلال في نهاية هذه الحلقة استكمالا جرت محاولات من شهرين تقريبا في باريس عقد اجتماع امني على مستوى الارفية ومستوى عالي لأسى اجهزة خبرات المصرية والامريكية والاسرائيلية ورئيس وزراء وزيخ الارفية قطر واصفرت عن اطار للتفاوض ظل التفاوض قائما طوال هذه الفترة لكنه سواء في الدوحة او في القاهرة مؤخرا لكنه تجمد وتوقف تقريبا في خلال الايام الماضية الايام القليلة الماضية مصر بدأت تطرح مبادرة اخرى مبادرة اخرى مختلفة لمصول الى وقف اطلاق النار والمصول الى تبادل اسرى والمحتجزين والاهم من ده كما يقال انه هذه المبادرة تحتوي شق سياسي مهم جدا متعلق بحل الدولتين ومتعلق بالحقوق الفلسطينية هذه المبادرة جرى الحديث فيها ما بين مصر والاطراف المختلفة والاخبار الاخيرة النهاردة نقلا عن قناة القاهرة الاخبارية طبعا الخبر الاول قبل النهاردة انه احنا شفنا خلال الايام الماضية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اكد اكتر من مرة وحذر اكتر من مرة من دخول الجيش الاسرائيلي رفح وصدرت بيانات مصرية رسمية تؤكد على هذا المعنى وتؤكد على معارضة مصر معارضة تامة ورفضها رفضا باتا اي اكتياح لمنطقة رفح من الجيش الاسرائيلي وانه مصر بتركز الان على المفاوضات من اجل وقف اطلاق النار وبكل ما يترتب عليه من دخول مساعدات الاشقان الفلسطينيين عودة السكان اللي اماكنهم في قطاع غزة والافراج والتبادل الاسراء والمحتجزين طبعا المفاوضات دي مبارح وده اكدوا مصدر مصري يعني مسؤولي انهضة لقناة القاهرة الاخبارية بانه ان مصدر مصر رفيع المستوى اكد ان وفدا امنيا مصريا وصل الى تل ابيب ويضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة اطار شامل لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وانه بهذا او هذه الزيارة وحسب القاهرة الاخبارية ايضا انه هناك تقدم ملحوظ في تقريب جهات النظر بين الوفدين المصري والاسرائيلي بشأن الوصول الى هدنة بقطاع غزة وطبعا ده بيتم في نفس الوقت عندنا في داخل اسرائيل تخوفات وخوف من يعني المبادرة المصرية خاصة في الاجناحة المتطرفة يعني الوزير اسرائيل اسم موتريتش بيقول ان هذه المبادرة المصرية تمثل خطرا تمثل خطرا على اسرائيل وهو خطر خطير وان اسرائيل وتمثل هزيمة الاسرائيل وان انتصار حماسة يكون انتصارا كارثيا على اسرائيل في حال نفاذ المبادرة المصرية وهدد اسم موتريتش بالاستقالة وطرق الحكومة اذا وفقت على هذه المبادرة المصادر الاسرائيلية المتاحة عندنا وده ايضا نقلا عن قناة الاقارة الاخبارية انه في مصدر سياسي اسرائيلي قال النهاردة بانه الاجتماع بين الوافد الامن المصري والوافد الامن الاسرائيلي كان جيدا للغاية حسب وجهة النظر الاسرائيلية المصدر الاسرائيلي بيقول ويزعم انهم قدمنا مرورنا كبيرة بشأن انسحاب قوتنا وعودة سكان شمال القطاع وقال انه حسب كلامه لن يكون هناك وقف تام لاطلاق النار في غزة الا لبضعة اسابية طبعا ده امر طبيعي ان حكومة اسرائيل حكومة ناتنياهو مش هتقول الرأي العام في اسرائيل وهي المتمسكة بالحرب لأسباب عديدة اهمها انقاذ الحكومة وانقاذ رئيس الوزراء مش هتقول انه ده وقف اطلاق نار دائم لكن على الارجح المبادرة المصرية تهدف عبر خطوات متتالية الى الوصول لوقف اطلاق النار الدائم وسائل اعلام اسرائيلية نقلت قبلها عن مصدر مطلع على مفاوضات مصدر اسرائيلي بيقول ان الجانب المصري يحاول فعل ما لا يصدق من اجل التوصل الى صفقة وحل الازمة وده يعني امر الحقيقة شهادة نحن لا نحتاجها لكن هذا هو الوصف الذي يعني تقدمه المصادر الاسرائيلية زي ما قلنا فيه تقدم ملحوظ وانه هذا التقدم يأتي في ظل اصرار مصر على انفاز هذه المبادرة على الوصول الى النتيجة من هذه الجهود المصر بتتوسط فيها مصر لم يستطيع هذه المرة الاولى تدخل فيها الانقاذ شقائنا في غزة كل الاعتداءات والحروب الاسرائيلية السابقة على قطاع غزة من 2006 وغاية النهاردة مصر كانت دائما هي الدولة التي تدخل في الوقت المناسب وتصل الى حل ما بين الطرفين وتوقف اطلاق النار وتنهي الاعتداءات هذه المرة نحن ودينا حرب طويلة الامد هذه الحرب جوزت الان ستة اشهر تقترب من السبعة اشهر هي الحرب الاطول على الاطلاق منذ حرب عام 1948 اللي استغرقت تسعة اشهر وسلاسة اسابيع وبالتالي هذه المرة الوهود المصرية ومصر تتعاون مع الجميع تفتح زراعيها للجميع لا تترك اي امكانية لا تترك اي طرف يمكن لها ان يدفع معها لتحقيق هذه التنفيذ هذه المبادرة مبادرة المصرية اللي بيجمع كثير من الاطراف سواء الفلسطينية او الاسرائيلية او الدولية لانها مبادرة مبتكرة من خارج السندوق وانها يمكن ان تحقق لاشقانة في غزة وقف اطلاق النار كامل حتى لو بيولع عن هذا في اللحظة الاولى لكن مع الوقت والفترات الزمنية اللي المبادرة هتستغلقها هنصل الى هذا ايضا ايقاف المعاناة الانسانية وادخال كله وانها تحتاجه سكان غزة من اغزية وادوية ومتسلزمات معيشة حتى يتم اعادة الاعمار وايضا الحل السياسي الحل السياسي ايضا يتردد انه موجود داخل هذه المبادرة طبعا بالاضافة الى تبادل المحتجزين والاسرة بطريقة متوازنة بطريقة تحقق مصالح الفلسطينية في عدم التعرض لهجمات اخرى من اسرائيل اذا ما تم الافراج الكامل والفوري عن كل المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غز وبالتالي احنا بنتابع مع حضراتكم وحنشوف الاخبار بتأتي تباعا حيبع عندنا مع استاذنا الدكتور علي الدين الهلال في فقرة الاخيرة من هذا البرنامج حيبع عندنا فرصة لناقش كل هذه التطورات اذا ده الملف غز طبعا غزة ملفة انتم تابعينه بشكل دقيق وشايفين ما يحدث فيها من مآسي ومبارح كنا بن ناقش هذه الاعتداءات او بي مش اعتداءات يا جرائم حرب وقد تصل الى جرائم ضد الانسانية اللي ارتكبت في المستشفيات وفي الملاكز الطبية واخرها مجمع ناصر الطبي فخانيونس اللي حتى الان ربما زاد عدد الجثة سيمت فونة جماعيا فيه عن ربعمائة جثة بيشوب عدد كبير منها شبهات اعدام ميداني انها عدمت ميدانيا والبعض الاخر انه تم اخذ بعض من اطرافه واجزاء من جسمهم لاستخدمها في اغراض طبية داخل دولة الاحتلال الخلاصة انه هناك مطالبات دولية الان بتحقيق دولي مستقل ده طلبه الاتحاد الاوروبي وده طلبه الامير العام الامم المتحدة واطراف دولية كثيرة وطبعا الاطراف الفلسطينية كلها والتالي احنا بننتظر الى ان نعود الى غزة في الفقرة القادمة لكن غزة في العالم خلينا نرجع لأخبارنا ذات الصلة بالاوضاع المحلية المصرية الداخلية وعلاقات مصر الخارجية النهاردة دكتورة هالة السعيد وزيدة التخطيط والتنمية الاخصادية استعرضت في تأرير صدر عن المزارة ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 23-24 وده طبعا في مناسبة ايه التحليل السيناء اللي احنا احتفلنا بين برح هنا في البرنامج بطرائتنا وبتحليل وافي وافر ومحترم من سيادة علي حفظي محافظ الشمال السيناء السابق والاسبق عفوا ومساعد وزير الدفاع المصر ايضا والخبيل السراتيجي المعروف بمناسبة هذا العيد ايه التحليل السيناء العيد ال42 الدكتور هالا السعيد في التقرير بتقول انه رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي اهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القارات الخاصة بالتنمية بما يقود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية بين الاقارين طبعا المحاوظات في مصر وتمكين المجتمعات المحلية اقتصادية واجتماعيا ويتحت الخدمات الاساسية بجميع المناطق الجغرافية لاحداث تنمية حققية في المجتمع وده حسب الدكتورة هالا بيتصف مع قانون اللي هو قانون التخطيط العام للدولة لصدر سنة 22 واللي بيعطي اهمية فعالة لمشاركة الاطراف الفعالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالا السعيد وضحت ان عدد المشروعات التنموية في محافظة شمال سنة يصل الى 231 مشروع قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة في خط 23 24 تبلغ 7 مليار جنيه حفظة جنوب سينة عدد المشروعات التنموية فيها يوصل الى 178 مشروع قيمة الاستثمارات العامة 5 و4 من 10 مليار جنيه في نفس الفترة الى 23 24 والاستثمارات دي طبعا دكتورة هالا شرعت هي موجهة ايه 40% منها لقطاع النقل ده في شمال سيناء بمبلغ 22 مليار جنيه قطاع الاسكان 21% بمبلغ 1.5 مليار جنيه وفي التنمية المحلية 20% والموارد المائية والرأي حواري 5% قيمتهم 187 مليون جنيه فضلا عن التعليم والقطاعات الاخرى فيما يتعلق بجنوب سيناء الوزيرة اوضحت انه الاستثمارات لقطاع التعليم العالي بلغت 1.4 مليار جامعات قامت جامعات بمحافظة جنوب سيناء بمبلغ 26 يوازي 26% من المخصصات وقطاع الاسكان 1 مليار جنيه بنسبة 19% والتنمية المحلية 19% بحوالي مليار اخر الصحة 688 مليار نسبة 13% اما الزراعة في 240 مليار نسبة 4% الخلاصة انه هذه ارقام ونسب هائلة لم تشهدها سيناء سواء في شمالها او جنوبها من قبل التقليل اوضح انه بما تعلق بمشروعات الاسكان تحديدا انه الخطة تسادف تنفيذ 44 مشروع تنموي اسكاني في شبال سيناء وبتسادف في جنوب سيناء 46 مشروع اسكاني ايضا تنموي طبعا المشروعات بتشمل جنبها محطات لخدمات المياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المشروعات اللازمة للسكن اذا احنا بتكلم على ده امر الحقيقة يعني يشعر بي ابناء سيناء ولي بيعمل هناك ده احنا مش بتكلم في ارقام دعائية احنا بتكلم في واقع حقيقي مبارح سيدة اللواء علي حفظي قال لنا على واقع منطرة العريش لما كان بدأ خدمته الميدانية فيها كضابط القوات المسلحة في بداية الستينيات واندما ذهب اليها محافظا في نهاية تسينيات ايضا شهدت الفقارة الكبير وهو يتحدث اليوم وتحدث معنا انه في العشر سنوات الاخيرة لم يحدث ابدا في تاريخ سيناء عن شهدت مثل هذه الطفرة وهذا النمو ده جزء من اللي حاصل هناك والوزيرة هالا السعيد وزيد التقطيط والتنمية نقصدية شرحته لنا ايضا على سعيد المصر الخارج والداخل معا احنا عندنا سيدة الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس في زيارة الى كوريا الجنوبية وبعث مع السيد جي يونج انكيو وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية تعزيز واصل التعاون المستقبلي في المجالات الزائدة الانتماع المشترك وده بحضور السفير المصر هناك طبعا السيد خالد عبد الرحمن والسفير كيم يونج هون وزير سفير كوريا الجنوبية في القهار اللقاء شاهد مناقش آليات التعاون وآليات التعاون كوريا الجنوبية هل يتكلم على دولة آسيوية من دول النمور الكبيرة في آسيا على الصعيد الاقتصادي دولة متقدمة للغاية في مجالات عديدة وخاصة في مجال الإلكترونيات ومجال اللوجيستيات وبالتالي اللقاء ده اللقاء مع وزير التجارة والصناعة والطاقة ومع فريق أسامة ربيع رئيس سهيد قناة السويس أمر مهم اللقاء تشاهد أهلات التعاون بين الجانبيين في مجالات التحول الأخضر واستخدامات الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات بما يتماشى مع التوجهات العالمية بتفعيل برامج التنمية المصدامة والحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربونية الضرة كل ده مش كلام إنشاء كل ده مش كلام تألف البيانات اقتصاد الأخضر الآن هو الاقتصاد الذي يذهب إلى العالم كل كل اقتصاد العالم والطاقة النظيفة مصر دخلت فيها بقوة وبشكل كثير جدا خلال السنوات القليلة الماضية وحتبقى بمشروعات مشتركة وخبرات واستثمارات أجنبية مهمة وعربية هتبقى واحدة من أهم النقاط في المنطقة لهذا الطاقة النظيفة بكل أشكالها سواء الهيدروجين الأخضر أو طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو غيرها مصر بالتالي ده كان البند الأول في مباحثات الفريق أسامة ربيع رئيسة قناة السويس مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي طبعا اللقاء بالضرورة تناول كمان التعاون التجاري وجاز بالاستثمارات الكورية مباشرة لمشروعات قناة السويس في الاستثراع السمكي ومجالات بناء وإصلاح السفد والمحادات البحرية المختلفة طبعا حضراتكم عارفين في فرق بين حاجتين هيئة قناة السويس دي اللي هي بتشرف وتدير قناة السويس كمجرى مائي بما لديها من صناعات محددة وا استخراجات زي استخراجات زي السروة السمكية وبين الهيئة الاقتصادية المنطقة قناة السويس دي اللي بتملك المنطقة البرية المحيطة بقناة السويس شرق وغرب القناة ودي اللي هي المنطقة الاخصادية الضخمة جدا اللي لها يعني إدارة مسؤولة عنها وبتقوم بجذب استثمارات مباشرة في مجالات الصناعة واللوجيستيات والتفريق والتحميل البحري وغيره ومجالات أخرى كثيرة وفي أرضى مجالات الطاقة لكن السيد الفريق اسامة ربيع بتحدث هنا كرئيس لهيئة قناة السويس المسؤولة عن الممر المائي وما لديها كهيئة من شركات وبالتالي استثراع السمكي ومجالات بناء واصلاح السفن والوحدات البحرية ده حاجة ضمن تخصصات هيئة قناة السويس الفريق السيد المربيع أكد حرص الهيئة على فتح أفاق جديدة للتعاون والمساهمة في توصيدة للقناة سليم من مصر وكل الجنوبية مشيرا في هذا الصدد إلى جهود قناة الهيئة حط التموين بالغاز الطبيعي وتحويل بعض المعديات والوحدات البحرية التابعة للهيئة العامة بالغاز الطبيعي بيتمشى مع السياسة تحويلها إلى الخناة الخضراء وطبعا ده من خلال التعاون عن جانب الكوري اللي عنده تكنولوجيا متعلقة بهذه الفروع من الصناعة وهذه الفروع من التكنولوجيا الطاقة الفريق الربية شدت عن دول المصري طوله اهتمام كبير بتحقيقة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار المباشر في مشروعات كبرى تضمن تحقيق أهدافها التنموية وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الأعرب من جانبه عن تطلع بلاده دراسة أوجه التعاون محتملة مع حقيقة قناة سويس لما توسلوا من حسب قوله من السراتيجية كبرى للتجارة الخارجية والداخلية لكوريا الجنوبية وحركة صادراتها وورداتها مبديا استعداده للدراسة واستكشاف الفرص المتنوعة على كل الأصائد سواء الصعيد التجاري والصناعي وقطاعات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر وأشاد وزير السيد كيو الان كيو لوزير التجارة والصناعة الطاقة بدون قناة سويس لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمي رغم التحديات المختلفة وأوضح كمان أنه بلاده ستضع نصب عيون تعزيز التعاون البناء والمصمر مع مصر بأعتمرها من أبرز الدول الفاعلة في القارة الأفريقية ده كلام يهم جدا الأسيوين موقع جغرافي المصر إن مصر مدخل أفريقيا هي الدولة من الدول الكبيرة والقديمة في أفريقيا وذات الإمكانيات الإقصادية والبشرية الكبيرة وبالتالي تبقى مدخل لأي تصدير وأي استثمارات قادمة من كوريا أو من أسيا عموما إلى داخل أفريقيا تبر بمصر فهنا طبعا الوزير التجارة الصناعة يعني أعرب أشار إلى هذه الميزة وأعرب عن أمل فأن تسمر نتائج القمة المقبلة بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية اللي هتعقد في سيول العاصمة كوريا في يونيو القادم عن تعزيز العلاقات المتبادلة مع أفريقيا بوجه عام ومصر بشكل خاص إذن إحنا لدينا مؤتمر كوريا ودول أفريقيا ودول هتبقى تعقد في يونيو الشهر اللي بعد الجاي يعني في سيول العاصمة كوريا الجنوبية وأكيد مصر أسامة ربيع لكوريا الجنوبية اجتمع مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة هونداي كوربريشان هولدينج هونداي ده شركة كبيرة وضخمة مش بس عربيات عشان حضراتكم وعارفين الشركات الآسيوية الضخمة بتعمل في كل المجالات يعني مجالات قد لا تخطر ببالكم انتم بتشوفوا منتج واحد لها الاجتماع ده شاهد مناقشة أجل التعامل المحتمل والفرص التي يتح على الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس الفريق سامة ربيع طرح رؤية الهيئة بفتح مجالات وافواق تعاون جديدة مع الشركاء النجاح في المجالات المرتبطة بتقديم خدمات لوجستية جديدة لم تكن متوفرة من قبل مثل خدمات الإصلاح والصيانة السريعة من خلال فرق عمل متحركة عليها التفاء والتدريب تعمل بالتعاون مع شركات الهيئة المتوجدة بالمدخلين الجنوبي والشمالي لقناة السويس وكذلك فريق سامة شرح رؤية قناة السويس للهيئة للتحول إلى مركز إقليم لتوزيع قطع الغيار اللازمة للسفر العابرة للقناة عند المدخلين المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة وإنه هذه الرؤية تطرح فرص وإدل التعاون مع شركات التلسينات وشركات البحرية العالمية لخلق خيمة مضافة بالاعتماد على عبقرية حسب تعبير الموقع الجغرافي المتميز للقناة الجانب الكوري هناك برئيس مجزد شركة هنداي السيد أون كاب كيم أكد على التطلع وتعزيز التعاون التجاري مع القناة السويس وضخ استثمارات كده أن الفترة الموجودة ستشهد مزيد من الزيارات والتعاون كل ده أولا تفتكروا أنه كلام زي يقول يعني إيه سد خانات أو سد وقت في برامج تلفزيونية أو في صحف أو وسائل إعلام لا هكذا زي ما بنقول تدار علاقات خارجية الدول عشان تنعكس في النهاية على المواطن قناة السويس زي ما قلنا هي ليس مجرد أنه معبر مائي وأنه اللي بيمر فيها من ناصر اللي بتاخد منه رسوم سواء دخل من الشمال من البحر المتوسط أو من جنوب البحر الأحمر لا ده يعني استخدام بدائي لقناة السويس كما مر مائي الأهم في العالم بتمر منه حوالي من 12 إلى 15% من تجارة في العالم كله لكن قناة السويس أكبر من هذا أكبر من ده بالتغيث التفكير دي بالرؤى والاستراتيجيات اللي بتوضع عليها بحيث أنه تتحول إلى وهي وشركتها ومصانحها تتابع عليها كهية قناة السويس تتحول إلى كيان اقتصادي ضخم جداً وصناعي يكتذب إلى مصد استثمارات ومباشرة وغير مباشرة يكتذب أيضاً تكنولوجيا وصناعات تحتاجها السفن والمستخدمون لقناة السويس وده طبعاً زي ما تشوفتم حضراتكم ينعكس على مشروعات الطاقة الخضراء اللي هي يتم تموين السفن بها والتحول لده إصلاح السفن بشكل فرق متحركة كل ده بالتعاون مع الجانب الكوري حضرها على الجانبين فوائد والفوائد دي حتنعكس على الاقتصاد القومي يعني داخل لقناة السويس حيزيد والعمالة في هذه المشروعات حتحتاج عمالة فبالتالي حيبقى عندنا المتخصصين في المجالات دي والقوة العملة اللي تقدر تساهم سواء من أهالي منطقة القناة أو من بقية أهل مصر اللي هتفتح قدامهم أفاق عمل كل دا قوم والهيئة الاقتصادية المنطقة منطقة منطقة قناة السويس الاقتصادية دا شيء تاني دا شيء أكبر دا يشفى نزيل وقالنا آلاف الأفدنة على شمال على شرق وغرب الخناة وهو في بقى مشروعات ضخمة جدا وعندنا في تطور مهم نطمح في مزيد منه لانه دا بقى هو دا الموقع الاقتصادي الكبير جدا اللي بيغزي سواء الداخل المصري أو الداخل الأفريقي هذا هو ما يتم وده هي دور الدول دول هيئتها الكبرى هيئتها الاقتصادية الكبيرة انها تشتغل من أجل المواطن في النهاية حضراتكم ما تنساقوش واتسمعوا الكلام دا دا كلام مش رايح في الهوى دا كلام في الآخر حيصب عندكم في بيور احنا كده تقريبا انهينا يعني الفقرات بتاعتنا طبعا احنا النهاردة عندنا قبل ما نقوم بالفاصل طبعا توقيت الصيف بدأ حضراتكم لسه يعني ايه مش بتعودين عليه وكلنا مش بتعودين ومحل يعني المحلات هتضير موعدها هيبقى في حسب وزارة طمين موعد للإغلاق والفتح للمحلات من سبعة لإحداشر حسب المحلات حسب وزير التنمية المحلية ومعادة الخميس والجمعة بتبقى الصاعة اتناشر وايضا فيه موعد للمطاعم والكافيهات اللي موجودة بالمولات من الساعة خمسة صباحا وغيرت واحدة صباحا اه ما استمرار الخدمات طبعا التكوي وغيره 24 ساعة قولي ده انتوا بتجربوه في بداية الست شهور بتوقيت الصيف اللي بدأوا بالفعل وطبعا النهار ده عندنا المباراة بتاعة الاهلي الساعة عشرة مع فريق مزنبة الافريقي وهي طبعا كل جمهور الاهلي انتظر هذه المباراة مزنبة مش مزنبة انا اسف مزنبة نبهوني مزنبة ويساعة عشرة وان شاء الله الاهلي ربنا بقى يوفقوا ودي مباراة الاياب دي المباراة التانية اللي هي ان شاء الله الاهلي يوفق فيها وتستمتعوا بيها بعد وقلص احنا برنامجنا ان شاء الله على الساعة عشر بنستأذنكم في فاصل قصير نرجع بعد ونكمل فقرات بيننا اهلا بيكم مشاهدين الكرام في فقرتنا التانية هذا وزي ما حضرتكم شفتوا احنا عندنا شيء جديد شيء جديد بيحدث في الولايات المتحدة الامريكية او بدأ في الولايات المتحدة الامريكية وانتقل عبر المحيط الاطلنطي الى فرنسا وانتقل النهاردة الى المملكة المتحدة الى بريطانيا تحديدا هذا الشيء الجديد هو حصل مرة اه وحصل اه بدأ ايضا في امريكا سنة 68 عام عام 68 في جامعة اسمها هاورد في امريكا حصلت مظاهرات طلابية احد جاجات كانت مركزة ساعتها على قضية امريكا في هذا التوقيت وهي التمييز العنصري ضد السود امتداد لحركة مارتل لوتر كينج والطلاب احتجوا على المناهج الموجودة في جامعة هاورد في هذا الوقت ومميزة ضد السود ونجحوا في انهم يغيروها في نفس السنة وفي مارس بدأت في جامعة كولومبيا اللي حضراتكم شايفين ها اللي بدأت الشرارة في امريكا المرادي بدأت احتجاجات على شيئين مع بعض الاول التورط الامريكي الدموي في حرب فيتنام والشيء التاني كان ايضا بقايا التمييز العنصري وكان في مشروعات الجامعة شريكة فيها في نيويورك عشان تعمل حاجات مخالفة للمساواة كولومبيا انفجرت ساعتها وفضلوا بعد فترة حققوا بمطلب فيهم على الاقل المتعلق بالتمييز لكن في نفس اللحظة انتقلت الشرارة الى باريس وفي باريس في مايو 68 في ساحة جامعة السربون الشهيرة وهي على فكرة اربع جامعات مش جامعة واحدة السربون ده مسمى لاربع جامعات بارقامها جامعة الاولى اتنين ثلاثة اربعة اندلعت صورة طلابية كبيرة جدا كانت ساعتها بتحتاج على حاجات كتير الحرية والاستغلال الرأسمالي تورط الفرنسي في المستعمرات حالت كتير الامر ما اخدش كتير سبع اسابيع انتقلت الشرارة الى فرنسا بالكامل وتحولت الى حركة اجتماعية الفرنسيين اذا بيقرخوا في تاريخهم السياسي وثقافتهم السياسية باحداث بيسموها البعض بسميه صورة 68 لكن المرة دي في امريكا الامر المختلف الامر المرة دي لا يتعلق بتورط امريكي في فيتنام او بحدث داخلي امريكي اسم التميز المنصري بل بغزة غزة الان ولأول مرة تبقى هي المفجر لهذه الحالة اللي امتدت لعشرات من الجماعات الامريكية ويبدو ان اوروبا في الطريق كيف يمكن لحدث خارجي ان يؤثر في مجتمع يبعد عن العالم بمحيطين واحد من الشر واحد من الغرب ثم ينتد للأوروبا وانه ينقلب السحر على السحر فيبقى الامر هو تأييد للفلسطينيين مش إدانة لفلسطين ده حنحاول نفهمه معنا يعني ضفتين كريمتين معنا في الستوديو زميلة العزيزة اللي مرحب بها الدكتور امال مختار خبير في مركز الامرام للأستاذ السياسي السياسي لنبيكي يا أستاذ امال وفي عبر سكايب من واشنطن من راحب بصداقتنا العزيزة دكتور اهبة القدسي مدير مكتب جهة الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الامريكية أهلا بيك يا دكتور اهبة أهلا بيك الضحن أهلا بيك دكتور اهبة نحب ده أبعادك وانت في عين المكان يعني احنا مش بقول لما نصحى الصبح بالله احنا كل ساعتين ثلاثة بنجد انضمام جديد لهذه الحركة الطلابية والحصر اللي عندي حتى الآن يعني بعض الزملاء عملوه لغاية ما دخلنا لستوديو كان عندنا حوالي خمسة وخمسين أو ستين جمعة في مختلف الولايات الامريكية والأمر امتد الى فرنسا بعد السربون المبارح المعادة العلوم السياسية والمعادة الأكبر في العلوم السياسية في كل فرنسا المعادة باريس ثم انجلترا حضرتك الأول أولا في أمريكا يعني أنا شايف انه في شيء جديد انه الأسباب الخارجية لا تحرك عادة الأمريكي العادي أو الأمريكي الطالب فما الذي حدث هذه المرة يعني أولا هناك كان هناك مظاهرات في الشوارع الأمريكية أمام البيت الأبيض والقونجرس وأمام مساكن منازل أنتوني بلينكين وجيك ساليبن مستشار الأمن القومي لم يكن هناك أي مظاهرات تتسم بالعنف أو تتسم بمعادات السامية وخطاب القراهية لكن حينما بدأت هذه الثورة في الجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك اتخذت رئيسة الجامعة بعض الإجراءات غير المسبوقة يعني كما ذكرت كان آخر إجراء لاستقدام واستدعاء شرطة نيويورك كان فيه أثناء 1968 فيه احتجاجات الطلبة حول حرب فيتنان وبالتالي منذ ذلك الحين كان للجامعات استقلالية كبيرة وللطلبة الحرية في ممارسة ما ينص عليه الدستور الأمريكي من حرية الرأي وحرية التعبير وبالتالي كانت نعمة شفيق في موقف سيء أنها قامت بنشير بنشير أنها سيدة مصرية وهي سيدة في مجالها يعني متفهوقة جدا كانت مدير مدرسة لندن لإفصاد وتولت مواقع كبيرة في مجال الدولي بنك الدولي مصبوط وهي سيدة ذاتة ثقل ونفوس كبير لكنها وتحمل جنسية البريطانية وهي عادة في مجلس اللوردات الجنسية البريطانية والأمريكية ولها ثقل يعني أكاديمي كبير لكن المشكلة أنها قامت وفق القوانين واللوائح الجامعية كانت مدفوعة بالمخاوف من الأضرار على ممتلكات الجامعة والممتلكات العامة فقامت باستدعاء البوليس هذا ما أدى إلى توسع الاحتجاجات بعد قيم الشرطة بفض هذه الاحتجاجات بشكل عنيف وبالتالي تطور الأمر إلى مشارقة من الأساتذة وإلى اندلاع شرارة هذه الاحتجاجات قنارف الهاشيم في جامعات أخرى وهناك عدة مستويات في هذه الاحتجاجات المستوى الأول هو بالطبع تعاطف شبابي واسع يعني يتعاطف مع الصور والفيديوهات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جانب أيضا هناك غضب من يعني الاستثمارات التي تدخها جامعة كولومبيا وهي تبلغ 13 مليار دولار في استثمارات وشركات يعني شركات أسلحة أسلحة مثل لوكي مارتن وشركات أخرى تمد إسرائيل بالسلح وبالتالي كانت المظاهرات تطالب بوقف الحرب ووقف إطلاق النار ووقف معاناة الفلسطينيين وأيضا ووقف دخل استثمارات الجامعة في شركات تساعد إسرائيل على هذه المعاناة في قطاع غزة التدخل الشرطي أدى إلى اندلاع هذه المظاهرات بشكل كبير أيضا الغضب من سياسات الجامعة والاستدعاء طلب الإحاطة في القانجرس الأمريكي لنعمة شافي واتهمها ب يعني أنها لم تقم بخفض مستويات خطاب القراهية وبالتالي انتقلنا هنا إلى مستوى آخر من الاستغلال السياسي طيب أنا حقف إنها دكتورة هبة وحرجع لهذا المستوى المستوى مهم جدا سواء داخلين أو خارجين حروح لدكتورة أمل مختار دكتورة أمل أنت نشرتي مبكرا يعني تقريبا من شهرين تقريبا تقرير أو دراسة صغيرة عن ما يحدث في الجامعات الأمريكية وكان القمر لا يعدو أكثر من نقول بوادر ونشرتيه طبعا في موقع المركز الأهرام الدراسة السياسية والاستراتيجية أنت كنت شايف الموضوع إزاي ساعتها والنهاردة بعد تتطور وشايفها إزاي بالفعل يعني الدراسة المنشورة في نهاية شهر فبراير على موقع المركز الحقيقة كان جزء منها عن الوضع داخل الجامعات الأمريكية أو يعني المظاهرات الشبابية بشكل عام في الدول الغربية لكن تحديدا كان التركيز على التحول في الرأي العام للشباب بل قسين جيل زد الغرب والحقيقة لأنه هو القوام الأساسي لطلاب الجامعات هو هذا الجيل الصغير فيعني الدراسة اشتغلت عليها على مدار شهرين لتحليل استطلاعات الرأي لأنه فيه طبعا فيه عدد كبير من استطلاعات الرأي يعني أهل أمريكية اللي هي بتصدر شهريا عن التحول وبتتأسجل عندي فاصل إجباري هروح له وارجع بخلال دي يتم بالزبط فاصل قصير مشاهدين الكرام نعود بعد ما استكمل حوارنا حول احتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية تضمن مع شعب فلسطين أهلا بيكم مشاهدين الكرام مرة أخرى نعود فورا إلى دكتور أمل مختار خبيرة في مركز الأحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تكمل لنا ما زرأت في مقالها من الشهور أو دراستها قبل شهرين عن إحتجاجات طلابية في الجامعات الأمريكية وكيف تراها الآن دكتور أمل شكرا لأستراتيجية يعني 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 استمرارا للحديث الحقيقة في الدراسة أنا زي ما قلت لحضرتك بدأت أن احنا بنجمع استطلاعات الرأي بالكامل ونطلع يعني الفرق ما بين جيلين تحديدا حددنا الجيل لأنه طبعا استطلاعات الرأي بتبقى مرتبطة بالفترة الجيلية أو السنية فالجيل اللي هو من 18 ل 24 إذن هم دول طلبة الجامع والجيل الكبير اللي هو فوق 65 فأخذنا بعض المؤشرات مثلا على سبيل المثال وكان ده استطلاع الرأي للجامعة هارفورد نفسها طبعا الاستطلاع مش على الطلبة الاستطلاع على الشباب أو الشعب الأمريكي هو يسموه استطلاعات على الناخب الأمريكي فلاقي مثلا أنه لمحصلة الحادثة بتاعة المستشفى المعمداني طلعت على طول يعني المقاومة الفلسطينية بتقول أنه تم ضربها من قبل الجيش الإسرائيلي وعلى الفور طلع الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية قالوا لا أكيد الضربة جت من داخل فلسطين طيب استطلاع الرأي ده بيقول أن السن من 18 إلى 24 في 48 في المية شايفين أنه مصدقين رواية حماس فوق 65 13 في المية بس مصدقين رواية هنا وإزاي استشرفنا الإحتجاجات دي أنه بس أن هي حركة طلابية هتمتد من جمعة لجمعة اللي بيهمنا أنه في شريحة جيلية في شريحة عمرية عندها موقف بقت مختلفة تماما من قضية كانت مصيرية يعني كان مستحيل لو إحنا بنعمل التحليل ده في العشر سنين اللي فاتوا نتخيل أنه في شريحة عمرية في الولايات المتحدة الأمريكية عندها موقف مختلف عن السرديات التاريخية عن دولة إسرائيل مثلا الحاجة التانية أنه كان فيه سؤال أنه هل ترى أنه إسرائيل تتعمد إبادة شايف كلمة إبادة إبادة لسكان غزة نلاقي أنه في الشريحة الصغيرة اللي هي طلاب الجامعة من 18 إلى 24 57% بيقولوا نعم تتعمد الإبادة فوق 65 لا 15% بس بيقولوا أن هي بتتعمد الإبادة ولما بيسألوا عن وقف إطلاق النار بعد كل هذه المشاهد من القتل العمدي في شهر يناير كان 10% بس من الكبار في السن بيوفقوا على وقف إطلاق النار في حين أن 63% من الشباب من 18 إلى 24 بيطلبوا بوقف إطلاق النار جزء منهم هم دول الوقود اللي احنا شايفينه في الاحتجاجات الجامعية إذن هي مش الفكرة أنه بس مظاهرات هي الفكرة أنه بقى فيه تغيير عميق عميق في الموقف أو رأي العام الأمريكي في هذه الشريحة العمرية اتجاه دولة إسرائيل وده سؤال مهم لأنه جزء مهم من بقاء إسرائيل أو من قدرتها على المواجهة في المنطقة قائم على الدعم الأمريكي الدعم الأمريكي ده يعني فعلاً هو دعم المؤسسات ودعم الإدارة الأمريكية لكن من خلفه دعم الشعب الأمريكي الأهم أنه هذه الجماعات بتتسمى جماعات النخبة اللي بيطلع منها اللي هو مفرود قادة المستقبل يعني فعلاً فيه كم من الدراسات الإسرائيلية عندها خوف رهيب أنه لو دول الطلبة اللي هما في جماعات النخبة وما لما هيطلعوا هيكونوا نواب في البرلمان الأمريكي في الكونجرس أو هيكونوا سياسيين أو هيكونوا كتاب وصحفيين أو مخرجين سانمة هيعملوا إيه فيما يخص العديد سؤال ده واطلع للدكتورة هيبة القدسي من ورشنطن مديرة مكتب جالية الشاقة الأوسط عبر سكايب دكتورة هيبة تسميت الدكتورة أمل يمكن وأنا عايز لو لديك تعليق لكن عايز أوصل لنقطة أخرى حضرتك شرطي الجزء منها وهو جزء من تفسير السريع لهذه الاحتجاجات من جامعة أخرى بالإضافة للموضوع طبعا اللي هو يعني الحالة في غزة ذكرتي التدخلات الأمنية وأشرت إلى تدخلات الحارس الوطني لأول مرة عام 68 وقتل أربع طلاب في هذا الوقت لكن كمان عندنا أشياء أخرى ما رفش بدأ يعني تأثيرها عندنا التدخل السياسي خاصة الرئيس مجلس النواب اللي زار جامعة كولومبيا بصحبة عدد بين الكونجرس عضاء الكونجرس في الشيوخ والنواب وكان له تصريحات عنيفة لكن الهم كمان كانت مدخلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بين أمين نتنياه اللي اتعام فيها الطلبة دول قال لهم هؤلاء غوغاء معادل السامية وإنه لابد من اتخاذ إجراءات قوية هل العوامل دي تلعب دور إضافي للتحليل حضرتك أولا أنا اعتفق مع دكتورة أمل جدا في هذا التحليل حول التوجهات المجتمعية والفجوة ما بين كبار السن والشباب في النظر لإسرائيل هذا مستوى من مستويات النظر لهذه الاحتجاجات لأن هناك فجوة كبيرة في التعاطف مع الفلسطينيين من قبل الشباب على عكس كبار السن مستوى آخر في التعاملات أو يعني المقيم الأمريكية لأن هناك جدل حول تدخلات الشرطة وما يطالب به رئيس مجلس النواب من استدعاء للحرس الوطني هذا معناه استدعاء للجيش مرة أخرى لفض هذه التظاهرات لكن المستوى الأخطر حاليا هو هذا المستوى السياسي الاستغلال السياسي لهذه المظاهرات وتحويل الأمر إلى أن هناك كانت هناك بالفعل لا يمكن إنقار أن بعض التظاهرات كانت تطالب اليهود بالعودة إلى بولندا كانت هناك بعض الشعارات التي أعتبرت شعارات يعني تطلقها حركة حماس وبالتالي يمكن اتهام الاحتجاجات بأنها تطلق شعارات معادية للسامية وتندد باليهود وبالتالي بدأ رجال القونغرس خاصة الجمهوريين في إشعال فكرة أن هذه تحرقات معادية للسامية وأن الطلب اليهود يشعرون بعدم الأمان وأنهم مهددون وبدأ هناك بعض الطيارات التي ترسم الصليب المعقوف والشعارات النازية وبالتالي تغذية هذه الحالة من أن هذه الاحتجاجات يتم وصمها بأنها معادية مساندة لحركة حماس الإرهابية ومعادية للسامية وهذا استغلال سياسي في جانبه نوع يعني محاولة لإحراج إدارة الرئيس بايدن بشكل كبير حتى أن الإدارة الأمريكية خرجت ببيانات مقتضبة بيانين فقط وبعض الملاحقة لكارين جانب المتحدثة باسم البيت الأبيض من قبل الصحفيين ومحاولة لإمساك العصى من المنتصف بمعنى أنه لا يمكن لرئيس بايدن التراجع عن فكرة القيم الأمريكية في حرية التعبير ولا يمكنه إدانة خروج الطلبة في مظاهرات بمعنى أنه لا يستطيع الإدانة ولا يستطيع التأييد لا يستطيع إدانة ومعادات الجمهوريين ومعادات الناخبة الأبيض والناخبين اليهود الذين سيخسرهم وفي نفس الوقت لا يستطيع إدانة هذه المظاهرات لأنه لا يزال يحتاج إلى الناخبين من الشباب وهي فئة عمرية لا يمكن خساراتها خاصة أنه دخل على هذا الخط أيضا الحملات التي انطلقت من ولاية ميتشيجن ذات الأغلبية من السكان العرب والمسلمين الذين أطلقوا حملة عدم غير ملتزم في الانتخابات التمهيدية وبالتالي هذه الحركة بدأت تدعم هذه التظاهرات في الجامعات سواء من ميتشيجن وأيضا من منيسوتا وبالتالي هذا يعني رعب لحملة الرئيس بايدن لأنه سيواجه به عدة كتل تصويتية معادية لفكرة انتخابه لفترة ولاية ثانية يعني في السابق كان مجرد قلق من عمر الرئيس ومن زلات لسانه الآن هناك غضب وغضب يشتعل ويستمر من طيارات كثيرة من الشباب من اليسار الديمقراطي من داخل الحزب الديمقراطي وطيار التقدميين من جالية عربية وأيضا هناك توطر من انضمام الجاليات أو الأقليات السود يعني هناك تعاطف بين الأقلية السود لفكرة الذين عاموا من العنصرية ومن الاتهات يشعرون بتعاطف لما يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة وبالتالي هذا سيؤثر كثيرا على حظوظ بايدن وهذا ما يستغل الجمهوريين في مجلس الشيوخ استقطابا أيضا للأموال والتبرعات والأصوات من الجالية اليهودية والبيض المساندين لإسرائيل عظيم أنا حروح لدكتورة أمل لدكتورة أمل يمكن مقدمة لما تكلمت عن 68 لعام الشباب وعلى فكرة مش كان بدأ في أمريكا وكبر جدا في فرنسا ومصر شافت في نفس العام أيضا انتفاضت شباب كبرى وكانت الله جامعة القاهرة وجامعة الشمس هم في السؤال هل ما يحدث في أمريكا الآن بالاتساع الكبير اللي بيحدث كل لحظة وثبات الوضع في غزة يعني المحرك الرئيسي موجود وثبات المواقف الأمريكية من إسرائيل محرك آخر وتصريحات سواء إسرائيل أو إساس أمريكيين بتغزي الأمر هل إحنا ممكن نتخيل أو نتوقع أن الحركة دي وفي ضوء السطلات الرائلة شملت الشباب أو قطعات الجيلية مش بس الطلاب هل ما جرى في 68 مايو 68 في فرنسا امتداد الحالة من داخل الجامعات الفرنسية إلى المجتمع والقضية مش هتبقى غزة فقط يا ملك الدكتورة هي بقى شارة الأشياء أو هل ده ضمن توقعاتك أعتقد فعلا يعني أنا حاخد من كلمة الدكتورة علشان نقدر نعمل إثبات فعلا أنها حتكون مستمرة يا أستاذ دي أنه هي جزء من حركة أكبر يعني الدكتورة أشارت إلى أنه في حالة من الاتصاق أو الاتصال ما بين مطالب السود ومطالب أهل يسار بشكل عام هو ده القوامل الأساسي للناخب الديمقراطي في الوقت المتحدة الأمريكية إذن فيه أمر مهم بيغزي استمرار هذه الحالة عند جيل الشباب اللي هو جيل زاد اللي احنا بندرسه فيه حاجة عندهم اسمها الاتصاق في تبني المواقف العدلة بمعنى إننا لو أنا بدافع عن العدلة الاجتماعية باعتماري جزء من اليسار لازم أدافع عن حق السود في مواجهة العنصرية في نفس الوقت لازم أنا حدافع عن قضية العدلة الجندرية في نفس الوقت لازم أدافع عن قضية العدلة فيما يخص غزة إذن هذه دائرة واسعة جدا متصلة جدا متصلة يعني فكرة الاتصاق ده حيخلينا بيقول إنها حتكون ممتدة وستنتقل من جامعة إلى أخرى وربما إلى الشارع النقطة الأخرى ودي اللي كانت باينة في الدراسة ويمكن دي شوي استشرافية إيه اللي حيخليها تكون مستمرة إنه اكتشفت يعني في أحد المنتديات على التايمز يعني جريدة التايمز عملت منتدة فورم من يوم 10 أكتوبر اليوم 5 ديسمبر فتحته للطلبة بتوع المدارس من سنة 13 سنة دخل عليه مجموعة من الطلبة وفيه 600 وشوية بوست عليه أخدتهم حللتهم دول بقى الطلبة اللي لسه حيدخلوا الجماعة أعتقد دول مش مدرسين قوي لأنهما لسه ما بدأوش يتحرك مرعبة النتائج خطيرة جدا يعني لما حللت البوستات المكتوبة وطلعت شوية مؤشرات منها تلاقي مثلا في 90 مشاركة فقط مثلا اللي أنا حللتهم كلمة غزة تتعرض لقصف عشواء تذكرت 31 مرة كلمة إبادة جماعية أو تطهير عرقي تذكرت فوق 15 مرة كلمة إنه ما يحدث اليوم هو امتداد لظلم طويل 28 مرة في المجمل نحو يعني 90 من المشاركات التسعين 100% كان فيها كلمات وطحة وقوية من هذا الجيل الأصغر اللي حيدخل الجامعة السنة الجاية أو اللي بعدها أو اللي بعدها بيتكلم على إنه مش واثق في الإعلام الرسمي الأمريكي وإنه هناك عدالة أو في موقف عادل لمنصرة أهل غزة إذن أعتقد أنه الاحتجاجات هتستمر النهاردة وحتستمر في الفترة القادمة لأنه الوقود موجود طيب دوري حبع أيضا حضرتك استماعتي معنا والأكتور أمل أشارت إلى الإعلام وأنا هنا بتحدث عن الإعلام الأمريكي التقريدي التقريدي مش بمعنى الأديم لا يعني التقريدي القوي الإعلام التلفزيوني والصعفي تحدث وخاصة الإعلام اللي هو أقرب للحزب الديمقراطي المحطات الكبيرة يا ترى الموقف الإعلامي نقبة الإعلامية بتتناوى أنا شفت بعض الحاجات يعني لبعض المحطات لكن متأخرة من بارح فقط أو أول بارح بالليل يا ترى فيه تجاهل ولو ما فيش تجاهل فيه نشر سواء تلفزيوني أو صحفي يا ترى التناول خاصة في الإعلام الديمقراطي مش اليميني يتم إزاي يعني على سبيل المثال من ضمن القنوات التلفزيونية التي تتابع الأحداث هناك يعني على سبيل المثال شبكة سي ام اين مثلا وهي تميل إلى الحزب الديمقراطي وإلى تأييد رئيس بايدن هناك قضيتين تشغل القناة سي ام اين على مدار الأيام الماضية ما يتعلق بقضية ترامب وما يتعلق بهذه الاحتجاجات محاكمة ترامب نعم محاكمة ترامب بالضبط لأن الأحداث يعني كلا كلا الحادثين في مدينة نيويورك بالنسبة لجامعة كولومبيا وبالنسبة لهم وحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب وبالتالي هناك في البداية كان هناك تناول بسيط لهذه الاحتجاجات في ضمن الاحتجاجات التي كانت مؤيدة للفلسطينيين أمام البيت الأبيض أمام القنبرس كلها في إطار التغطية القصيرة أو يعني مجرد عرض لما يحدث لكن تطور الأحداث بدأ هناك اتجاه إلى التركيز على معادات السامية وحضرتك ذكرت أن الفيديو المصور أو رسالة التلفزيونية التي أرسلها بن يمين نتنياهو حفزت كل ما يتعلق بالمنظمات اليهودية داخل الولايات المتحدة في حملة لتشويه هذه الاحتجاجات الجماعية وحملة إعلامية داخل الإعلام اليميني وداخل الإعلام أيضا اليساري فيما يتعلق بأن هذه خطابات قراهية وأن الطلب اليهود يتعرضون للإرهاب والترهيب وهناك خطر على حياتهم وهذه هي الرسالة التي تتبناها الصحف والقنوات التلفزيونية بشكل كبير وتستضيف شخصيات من القونجرس للتعبير عن الاستياء والغضب وإدانة هذه الخطابات التحريدية وفي بعض الأحيان هناك مواقف أكثر موضوعية في إدانة يعني بيرني ساندرز على سبيل المثال وهو سناتر ديموقراطي يدين تدخل الشرطة يدين إطلاق كلمة الغوغاء التي أطلقها بن يمين نتنياهو على المحتجين يدين أيضا الاستمرار في دعم إسرائيل بالأموال بمليارات الدولارات للاستمرار في هذه الحرب وبالتالي يعني هذا كله أصبح الإعلام الأمريكي منشزلا بهذا الصراع السياسي الطلابي والمستويات المختلفة أنه كما ذكرت دكتورة أمل البداية جامعة كولومبيا وجامعات مسليال وأميرسون وجامعة جنوب كاليفورنيا كلها مما يطلق عليهم آيفي ليج أو جامعات النخبة وبالتالي نحن أمام تحول اجتماعي وتحول أيديولوجي وأيضا استغلال سياسي وتفاعلات يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سياسية كبيرة في مستقبل البيت الأبيض ومستقبل الكونغرس الأمريكي أيضا ما يتعلق بالنواب والشيوخ الذين سيخدون يعني مرحلة تجديد أو مرحلة انتخابات في نوفمبر المقبل وبالتالي الإعلام يحاول مسك العصة من الوسط إلى حد ما لكنه يميل أكثر إلى تأييد فكرة أن هذه معادلة السامية طول الأمل سأخذ برضو الإعلام وارجع لك الإعلام التقليدي كما نرى طبعا الإعلام الأمريكي قوي وهو ليس فقط إعلام تقليدي بالمعنى التلفزيون والصحيفة لكن هو كمان له أزرعه في وسائل التواصل الاجتماعي وبينقل شغله إلى المهور العام مش بس عبر الشاشة عبر كل المواقع التواصل الكبيرة الموجودة وبينقل الخبر والتحليل وكل ما ذكرته الدكتورة هبة هل يترى وده استحاء الدراستيك انت اشتغلت على وسائل التواصل تابع الموقع ده طبيعي ده في الغرب هي الحالة هل وسائل التواصل سواء المستقلة للأفراد صفحتهم أو التفاعل على صفحات التواصل تابع على وسائل الإعلام ممكن يخلق البديل اللي بتقول عليه الدكتورة هبة اللي هو انه هناك شبه توافق في الإعلام الأمريكي اليميني والديمقراطي لرفض هذه الاحتجاجات يعني ده المسار الخلفي يبقى هتخرج يعني هتتوسع بوسائل التواصل الاجتماعي اكثر منه الوسائل الإعلام التقليدي هو انا اعتقد انه الفكرة هنا في اهمية مصدر يعني الفكرة في دراستي يعني الجيل الصغير ده جيل زيت بشكل عام سواء كان الغربي او في العالم الفكرة بقى انه من اهم سيماتر انه مقتنع بالحصول على المعرفة حصولا ذاتيا ودي مش المرة الاولى على فكرة حتى في احداث الشيخ جراح احنا اتفاجئنا لأول مرة انه في موقف للشباب الامريكي داعم للفلسطينيين في القدس صحيح وصلوا ازاي للفكرة دي برغم انه الاعلام الرسمي وزي ما حددك ما بيقول التقليدي سواء على فكرة كمان السوشيال ميديا كل الاعلام ده عندهم صفحات قوية بس في النهاية هذا الجيل عنده نوع يعني او من اهم السمات هو فاهم انه المصدر في النهاية جاي منين حتى لو صفحة فيسبوك او صفحة سوشيال ميديا في النهاية مصدرها ايه وبالتالي هو مقتنع بالبحث الذاتي ولاننا في عصر طبعا مفتوح في المعلومات فبدأوا يبحثوا جدا وده كان ظاهر في استطلاعات الرأي وظاهر في الفورم انه الجيل ده بيقول رحنا دورنا بنفسنا وانا اول مرة في بعضهم كان اول مرة يعرف هذا الصراع فذهبوا للبحث الذاتي لما ذهبوا للبحث الذاتي لقوا ان فيه كتابات رصينة جدا ولقوا ان فيه معلومات تاريخية مهمة جدا واحيانا كمان من كتاب يهود واحيانا من داخل اسرائيل ومش بس يعني محسوبين على المنطقة العربية بالعكس في العالم وفي فرنسا وفي كل دول وبالتالي هم بيكونوا رأيهم وفقا للبحث الذاتي هنا بقى ده السؤال هل بقى الاعلام التقليدي حتى لو استخدم ادوات اجدد هل هيقدر يوصل لهذا الجيل ولا لا وده سؤال بالمناسبة في العالم كل هي بس المفاجأة ان احنا كان دايما السؤال ده بتسئل في دول العالم التالت المفاجأة النهاردة والصدمة ان ده بتسئل في الولايات المتحدة الامريكية وهي دي صدمة الحقيقة ان هذا الجيل وده اللي هو بتسمى فيه حاجة اسمها الذاكرة الجيلية هذا جيل اصبح لديه ذاكرة مختلفة ليس فقط عن القضايا الخارجية لكن كمان عن الديمقراطية والحرية داخل الولايات المتحدة الامريكية وعند الاعلام الامريكي بكافة اشكاله هي دي الخطورة الحقيقية وبالتالي هنا بقى السؤال ويمكن يعني الدكتورة كانت بتشير دلوقتي الى انه الاعلام اليميني يعني او في الولايات المتحدة الامريكية واعلامي يعني الجمهوري والديمقراطي اللي اتنين اتفقوا صحيح اتفقوا حتى الولايات المتحدة الامريكية الزكاء للتعامل مع هذا الجيل بس خلينا نشوف الفترة اللي جاية لانه الواضح ان الطفان انه هناك ايضا طفان اخر والطفان زي ما حضرتك ما كنت بتقول ان احنا شفنا في الستينات ازاي بتبتدي الشرارة لكن مش فاهمين هتوصل لحد جفين اعتقد الادوات الاهل الاعلامية او الادوات الحديثة اعتقد ان الطفان هيستمر قوي وزي ما بقول حضرتك حتى لما بنحاول نفهم الجيل الاصغر الواضح انه الطفان هيبقى مستمر كمان جيليا من اجل الاصغر فالاكبر شديد وغير مسبوط لانه كان دايما في الغرب الطلبة اللي هم في المدرسة اللي في الاعدادي وفي الهاي اس كول وكده مش مهتمين بالقضايا السياسية يمكن ده بنشوفه في بعض الدول التانية زي في دول امريكا الجنوبية مثلا احنا بلاقي في حركة طلابية في السنوي مثلا حركة البطاريق اللي منها رئيس الشيل الحالي لكن دايما الطالب الامريكي في مستوى المدرسة هو من شغل بها امور اخرى الطالب اللي بيدخل جامعات النخبة اللي هو الإليت يعني نخبة النخبة هو ده اللي مهتم بالقضايا السياسية لكن لما نلاقي كمان في طلبة السنوي والاعدادي بدأوا يبقوا منشغلين الواضح انه الاحداث اللي حصلت في غزة صورة نقلت هذه المرة بشكل مختلف صورة حقيقية جدا صادقة جدا تحمل من المعلومات الحقيقية والمشاعر الصادقة في نفس الوقت وفي رأيي يعني يعني يمكن في تحليل يمكن احنا دلوقتي لسه الحرب دائرة صحيح لكن اعتقد عند مرحلة معينة لو جينا نحل يعني النتائج السلبيات وإهد الإيجابيات ومن نجح ومن خسر اعتقد انه في قدر من النجاح محسوب لهذه الاحداث برغم كل الخسائر صحيح على الاقل هذا التغير الكبير فيما نسميه الذاكرة الجيلية في العالم ممتاز طيب هاخد الكلمة الجميل ده دكتورة هيبع ايضا احنا ملاحظين انه اذا كان بعض السياسين امريكيين وحضرك زكارتي ده وكان منهم طبع رئيس مجلس النواب كان لهم موقف حدهم وعلنة ومطالبة يعني باجراءات ادخال الحراس الوطن وغيره النخب البرلمانية موقفها بعضها واضح ومعظمها معدى يعني ساندرز ضد الاحتاجات الرئيس الامريكي البيت الابيض واضح ان فيه حالة من حالات التردد الشديد يعني طلع تصريح واحد انه احنا يعني مش مع معدادات سميلة كمع حرية الرأي وكذلك سوليفان قال حاجة شبه كده مبارح واضح ان فيه حالة من الترقب الرئاسي يا ترى دي ده وصف حقيقي واذا كان ده صحيح طبعا نتظر ايه يعني هذا حقيقي الى حد ما الى حد كبير لان هناك قلق لدى البيت الابيض وموقف حرك لا يستطيع البيت الابيض تأييد هذه الاحتجاجات وبالتالي يبدو وكأن البيت الابيض يعني يساند خطابات التحريض والعبارات المساندة لحركة حماس ومعادات السامية واذا اعترض على هذه الاحتجاجات فهو يناقض نفسه في الموقف الذي اتخذه كمناصر للقيم الامريكية التي يتهم الرئيس ترامب بانه يهدم القيم الامريكية ومن هذه القيم حرية التعبير عن الرأي وحرية التعبير السلمي والاحتجاج السلمي لما يعني وبالفعل هناك مصارف من امتدات هذه الاحتجاجات التي بالفعل تنتشر بسرعة انتشار النار في الهاشيم في عدد كبير من الجامعات ويمكن مع انتهاء الفضرة الدراسية خلال أسبوعين إلى سلاسة أسابيع أن تتقل هذه الاحتجاجات إلى الشارع الأمريكي وإلى مدن كبيرة وتؤثر بالتالي على حظوظ الرئيس بايدن بشكل كبير ما الذي ينتظره أو ما الذي يستطيع فعله وهو سؤال هام للغاية الآن هناك توجهات أمريكية أن يكون هناك حل حلة للتوصل إلى صفقة ما وبالتالي محاولة لاسترجاع الرهائن الأمريكيين هناك خمسة إلى ستة رهائن أمريكيين محتجزين لدى حركة حماس إذا تمت مثل هذه الصفقة التي تضغط إدارة بايدن بشكل يعني غير مسبوق لتنفيذ أي حل حلة فيها صفقة تؤدي ولو إلى عدد قليل من إطلاق صراح هؤلاء الرهائن وبالصفة خاصة الأمريكيين هذا سيؤدي إلى تحقيق لرئيس بايدن نوعا من النصر السياسي والزخم السياسي والترويج الإعلامي لهذا الإنجاز الكبير وترويج ستجد ترويج إعلامي عبر الإعلام التقليدي وغير التقليدي في لقاء الأسرة بالعائلات وفي استقبال مرحب في البيت الأبيض وفي احتفالات كبيرة بما يؤدي إلى تخفيض نظرة الغضب لدى هؤلاء المحتجين وهذا هو رهان حملة الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية بشكل كبير أن يكون هناك نوع من الإنجاز السياسي الذي يحقق له هذا الزخم ويحقق له فرصة لتهدأة الرأي العام داخل شباب أو داخل الناخبين الديموقراطيين بشكل كبير وبالتالي يخفض أيضا المخاوف والأساليب السياسية التي تتخذها يعني تتخذها المشرعين الجمهوريين بشكل خاص للهجوم عليه طيب أستاذ عمل برضو دكتور عمل أنت ذكرت في جملة ودكتورة هيبة كانت أيضا تطلقت إليها فكرة أنه البداية كانت لجامعات النخبة والحقيقة بداية تاريخية أيضا كانت في كولومبيا نفسها سنة 68 وانتقلت للسربون في فرنسا والنهاردة من الوضع أنها بدأت في جماعات النخب في أمريكا بدأت في فرنسا من شهر ونصر مع معدلومة السياسية لليل رجع مباع النهاردة خرج السربون خرجت في إنجلترا عندنا على الأقل حتى دخول الستوديو كان فيه خمس أو ست جماعات أيضا من جماعات النخب يا ترى والجماعات النخب دي سواء جماعات خاصة أو عامة ومعظمها خاصة هو حضرك أشارتي من جزء من التفسير أتمنى تكملهولي ليه بتبدأ في الجماعات دي ثم تمتد للجماعات الأخرى هو الحقيقة كمان يعني يعني برضو في استطلاعات رأي في بعضها أنا رحت لها لقبل هذه الأحداث كمان يا دكتور دوي لأنه يعني كنت عايزة أشوف هل هل بالفعل يعني هذا الوضع يعني أو هذه المشاعر كانت بدايتها كم العدوان الضخم والإبادة الجماعية اللي بتحصل في غزة ولا لا لكن الحقيقة في بعض استطلاعات رأي من 2021 و2022 بتشير إلى أنه يعني أحد استطلاعات رأي 2021 ونشرتها مجلة تابلة مجازين قالت أنه الأشخاص دوي التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم رفض كبير تجاه اليهود وهم دول اللي بيفرقوا ما بين ويمكن دكتورة أشارت أكتر من مرة لفكرة معادات السامية هؤلاء المتعلمين التعليم العالي جدا في الولايات المتحدة الأمريكية أو من طلاب جامعات النخبة يفرقون ما بين معادات السامية وما بين الصهيونية يفرقون ما بين اليهود والصهيونية إذن الواضح الواضح أنه كان فيه نوع معين من الثقافة العامة في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا هو ده العامل حالة من السرديات القوية للدفاع عن دولة إسرائيل في بعض الجمل اللي كنت بلاقيها أنه هؤلاء اللي هم إهل الإسرائيليين حصلوا على هذه الأرض بمرهودهم يعني دي واضح أنها جملة متكررة في التعليم الأمريكي مثلا أنه هم كانوا يعني اجتهدوا في الحصول على هذه الأرض وهم اللي كانوا بيحربوا مجموعة من الدول العربية المحيطين بهم إذن دي كانت قناعة معينة موجودة لكن الواضح أنه في مصاري ما وبدأ أكتر من بعد الحروب المتتالية في غزة من أول 2014 مش بس من النهاردة أن الطلبة في جامعات النخبة اللي هم المفروض بيفكروا أحسن وبيدرسوا أحسن ومنطلعين بشكل أفضل ولأنهم أيضا أبناء هذا الجيل اللي كنت بقول لحضرتك أنهم لا يقبلون بالحصول على المعلومة بالوسائل التقليدية يبحثون بنفسهم ولأن القضية الفلسطينية أكثر القضايا عدالة عبر التاريخ فلما بيحصل البحث الباتي بعيدا عن الإعلام الأمريكي الموجه وصلوا لهذه القناعة فطبعا الحراك دايما بيبتدي من عندهم بس هذا بس هذا لا يعني أنه ممكن يمتد عشان كده أعتقد أن حتى لو كانت حاملة الرئيس بايدن بتعول كثيرا على استعادة خمس أو ست رهاء أمريكيين أعتقد أنه لو حللنا الخطاب اللي موجود فيه الاحتجاجات داخل الجامعات الهدف من هذه الاحتجاجات بتكلم عن جينوسايد الإبادة الجامعية داخل غزة وليس فقط الأسرة لكن واضح أنه أصبحت الفجوة أيضا ما بين الخطاب التقليدي والإدارة الأمريكية والمؤسسات التقليدية أصبحت الفجوة كبيرة بينها وبين يعني الخطاب الشعبي المتعلم تعليما جيدا يعني أعتقد أنه منطقي جدا منطقي جدا أنه التعليم الأفضل هيخلي الناس تفكر بطريقة أفضل وحتبحث عن الحقيقة بنفسها سؤال الأخير في هذه الحلقة لكي دكتورة هبة احنا اتكرر في كلامنا كلمة معادات السامية واتكررت وده الارتكاز الرئيسي لخصوم هذه الاحتجاجات وأيضا الخطاب الإسرائيلي المعتاد يعني اللي بيتامله لكن تاريخيا الوقت المتعلم الأمريكية ليست هي موت المعادات السامية بالمعنى المعروف في الدراسات التاريخية هي كانت في أوروبا هناك الناحية التانية وأمريكا كلها جماعات عرقية أو دينية يعني لا يوجد فيها أحد ظلم أحد إلا سود يعني فقط لكن الآخرين لا وبالتالي إيه فكرة استخدام مدى قبول المجتمع الأمريكي لشيء من براء قبول لترويج مثل هذه الفكرة داخل المجتمع هو متعدد في الأصل ولم يشهد تاريخيا أي شيء يتعلق بليهود سواء قبل الحرب العالمية التانية ومن قرن القرن القرن الستاشر والسبعتاشر في روسيا وبولندا وحتى اليوم يعني هذا السؤال فعلا مدعاء للبحث فيما يتعلق بالتوجهات العدائية لأن هناك بالطبع كان هناك يعني على سبيل المثال مقتر جورج فلويد كان مثالا واضحا للعداء ضد السود وانتشرت المظاهرات المؤيدة للسود عبر الولايات المتحدة وعبر بعض المدن الأوروبية أيضا لكن معادات السلمية هي الطريق الذي تتخذ المؤسسات واللبيهات اليهودية داخل الولايات المتحدة ولا تنسى أيضا أن عدد كبير من الشركات يعني أصحبها من الشركات الثقيلة ذات الثقل الاقتصادي والسياسي أصحبها من اليهود وهماك ثقل سياسي كبير لمنظمات مثل إيباك وجستريت وغيرها داخل أروقت السياسة الأمريكية وبالتالي إطلاق حملات ممولة جيدا من هذه المنظمات اليهودية ومن اللوبي اليهودي والصويوني للترويج لفكرة معادات السيمية واستغلال الأبواق الإعلامية وهي أيضا يعني هناك مساهمات كبيرة لهذه المنظمات ولشركات وشركاء من الطيار الأستقيل من أصحاب النفوذ والنفوذ السياسي والاقتصادي ملاك ومساهمين في الإعلام الأمريكي على سبيل المثال مجدخ وغير ومؤسسات بحسية مثل مركز سابان يعني هناك الكثير من القدرة على الترويج لهذه الفكرة أن هناك معادلة السيمية وهي فكرة تجد إقبال لدى بعض الفئات والشرائح المجتمعية ربما الأكبر سنا الأقل تعليما البيض أكثر من السود يعني هناك تقبل هذه الفكرة تقبل في بعض الفئات المجتمعية المختلفة إضافة إلى هذا التركيز ومحاولة ضخ هذه الفكرة وعرضها لتبدو إسرائيل كأنها الضحية وبالتالي استغلال فكرة تبرير يعني هناك أيضا استغلال سياسي لفكرة أن هناك معادلة السيمية وأن إسرائيل ضحية وأنها في محيط معادي لفكرة السلام كلها ترويج يتم فرضه على المجتمع الأمريكي والإصرار عليه وبالتالي تبرير أي تحرقات يقوم بها الكونجرس في صالح إسرائيل وفي صالح تمرير مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية ومن الصفقات العسكرية أنا الحقيقة يعني أعتبر وقتي كان دي لكنه يعني خدنا وقت فهمنا فيه وأستاذ مشاهدين وأولا معهم فهمت حديث كتير أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة هيبة القدسي مدير مكتب وليات الشرق الأوسط في الولايات المتاحة الأمريكية ضفتنا العزيزة ملكز أهرام الدولارات السياسية والاستراجية مشكورة جدا جدا على تشريف شكرا مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصلنا الأخير ونرجع نستضيف أستاذنا الجليل المفكر كبير وأستاذ العموم السياسية الدكتور علي الدين هلان أهلا بيكم مشاهدين الكرام في فقرتنا الرئيسية اللي بنتظرها جميعا والأخيرة وإحوارنا الموسع مع أستاذنا الجليل المفكر الكبير وأستاذ العموم السياسية الأستاذ الدكتور علي الدين هلال أستاذنا الجليل أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ولساو أنت طيب على كل المصفين بخير في ذكر زحيل سيناء ربنا أعيدي عليك بخير طبعا أنا فقرة السابقة لا يمكن أترك نفسي دون أن أسألك عما كنا نتحدث عنه كنا نتحدث عن هذه الاحتجاجات الكبيرة اللي غير يعني اللي لم يسبقها في هذا الحجم تقريبا إلا عام 68 في كولوبيا نفسها ثم انتقلت بقى إلى فرنسا وحدثت صورة شباب مايو 68 حدثك شايف اللي بيعصل في أمريكا ده إيه بالضبط شوف فجت أشياء جزء منها متعلق بالتغير الجيلي والتطلعات للجيل الجديد من الأمريكيين وغيرين في العالم لكن بشكل أقوى في أمريكا جزء منها إن هذا الجيل في حجم مبادئ قيام مثل عليا وبدأ يشوف هذا الجيل الهيبوكراسي المفارقة بينما يقال ما يفعل تبني أمريكا من ناحية نظرية لحقوق إنسان مبادئ عليا ومسل عليا وإن أمريكا دي هي حاملة لواء الفضيلة والمبادئ ثم الممارسة الواقعية والسكوت وتبرير على أعظم جريمة إنسانية لغاية دوقتي في القانوة الواحدة والعشرين يعني نظائرها محدودة جدا في العالم يمكن أخير يعني غزلافيا وسربيا حاجة زي كده الحاجة التالتة إن في هذه الأزمة تدخل السياسيون لمحاكمة رؤساء الجامعات لو تسور حضرك في ديسمبر الماضي لما مجلس النواب عملوا عملوا لجلة استماع وجابوا رؤساء جامعات حقيقا منهم ثلاث سيدات رؤساء جامعات ميتي و هارفورد و بنسلفينيا دون ناس محترامين دي الجامعات فيها ألف فيها واحد في العالم نهائي يعني يسموها الأيفي الأيفي يعني أعلى جامعات في الجعالم وفي أمريكا طبعا وبدأ السياسيين النواب يسألهم أسئلة تحريضية استفزازية الناس الكزموا و قالوا ما يبليه ضمائرهم أن الجامعة هي مكان للتعبير عن الرأي و أن الجامعة هي مكان للتعبير عن الاختلافات في الرأي و ميزوا هناك في التفكير الأمريكي و في المهار سبعي الحاجتين حريتك أن تقول ما تشاء لكن قيود على حريتك في الفعل يعني أقول أنا موقفي بالقضية كذا و كذا و كذا و كذا لكن إذا أردت أن تقوم بسلوك في اعتداء على آخرين يقول لك لا قف فالتزبوا بهذا أنه بيحترم حريت الرأي استوارها الضغطة اثنين من الثلاثة استقالوا استقال بنسلفينيا و هارفورد الاما اي تي يعني عملت كده شوية تبريرات و هي نفسها يهودية فا استمرت الجديد بها هنا كمان أن مجلس النواب رئيسه مايك جونسون من حوالي اسبوع عشر تيام قال أنني أندهش موقف الجامعات إلى آخره و إذا لم يتحرك رؤساء الجامعات فإننا سوف ندعو الحرس الوطني الناشنال جارد للتدخل عشانا شرح دي يعني صحيح في أمريكا البوليس شأن يطلب كل ولاية يعني واشنطن رئيس بايدن مالوش علاقة بأمور البوليس الداخلة في شأن كل ولاية على حد وبالتالي حفظ الأمن والاستقرار الحوادث تيها اسمها الناشنال جارد الحرس الوطني ده قوة فيدرالية تشمل كل ولاية لا ولها فروع وجود في كل ولاية لكن دي تتحرك بناء على أمر فيدرالي وتستخدم لما يكون في مشكلة تعجز الولاية عن التعامل معها فهدت باستخدام يعني ما معناه يا رؤساء الولايات إذا أنتم متى عملتوش مع هذه الأمور من خلال البوليس بتاعكم سوف تدخل السلطة الفيدرالية وبالفعل يعني أحد المرات النادرة في التاريخ الأمريكي تأدخل الشرطة في الحرم الجامعي اللي أغلب وش جامعات صغيرة كولومبيا برينستون سادرن كاليفورنيا تيكساس وتقبض على الناس الولاد عن مثلا خيام كده ولا حاجة تشيل الخيام وأكثر من خصويت واحد ثلاثة أربعة تيام اللي فاته تم يعني ليه حصل يعني ليه الجامعات بقى انصاعد في الآخر قوة المال وده برضو يعني يرجعنا نحن بنتكلم على استقلال الجامعات والجامعات الأمريكية ساعة الجد الممولين كبار الشركات هددوا إذا أنتم أوقفتوش هذه الشيء إحنا هنتوقف عن التبرع للجامعة وقف التبرع يعني إفلاس الجامعة أو ترفع الرسوم بتاعتها ما يجي لهاش حد آه أقبأ وقفة آه آه أخيرة كيف استثمرت إسرائيل واللوبي السهيوني هذا الموضوع حولوه تسمحي أسأل سؤال قبلها فضل الفاند فضل دلوقتي يعني تتبع احتجاجات الجامعية في عدة الدول في العالم أبرزها طبعا كان أمريكا حصل أكثر من مرة احتجاجات لكن معظمها الساحق كان بيتعلق بأمور داخلية أو بسياسة أمريكية خارجية زي حرب فيتنام نعم فرنسا كان الوضع كله في 68 أيضا ينصرف إلى أوضاع داخلية حتى مصر في 68 برضو طبعا احتجاجات طلبة الجامعات كانت تتعلق لوضع داخلية تتعلق بالحرب والسلام مع إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية هذه القارة البعيدة جدا عننا هذا الحجم من الاحتجاجات على قضية في السياسة الخارجية في شرق أوسط بعيد للغاية ده بيحكي سيئة دكتور هي أمريكا بعيدة جغرافيا عن الشرق أوسط لكن قريبة جدا منه سياسيا ومعنويا وأخلاقيا قريبة منه تاريخيا الولايات المتحدة هي القوى المهيمنة القوى المسيطرة منذ حرب السويس حرب السويس 56 تأمين الشاركة عن السويس والحرب الأدوان ثلاثة على مصر كان أحد أهم من نتائجه اندحار النفوذ البريطاني والفرنسي والصعود الأمريكية من آخر الستينيات لغد الوقت أصبحت أمريكا هي القوى صاحبة الأمر والنحي وهي لها قواعد عسكرية في عديد من دول المنطقة تربطها بدول المنطقة علاقات اقتصادية واستراتيجية واستخباراتية وطبعا مد بالسلاح ومد بالتكنولوجيا لما حصل غزو العراق للكويت أمريكا هي القوة اللي بتعمل تحالف دولي وبتعمل كذا إلى أخيه بعد كده في كل حاجة بقى لما وضوع داعش هي اللي بتقول تحالف دولي النهاردة طيلك عملة تحالف دولي في البحر الأحمر هي هي يعني هي وليت وليت الأمر اللي فرضت نفسها على البلادي فإيه أو لا فيابل من أندهش حط بعد كده إن اللومي اليهودي والإلاقة الخاصة اللي بين أمريكا وإسرائيل كل شيء يتعلق بإسرائيل هو أمر داخلي في أمريكا إسرائيل مش دولة من المتين دولة اللي في العالم أمريكا تعمل علاقات معهم لا يعني يعني الطلاب يشعروا بيد حالة طلابك اللي أنت درستهم في أمريكا أو في كندا طبعا بنفسك شعرت إنه إن إسرائيل له وضع خاص إن إسرائيل تربطها بأمريكا علاقة خاصة ساعات يسموا إسرائيل لتل أمريكا أمريكا الصغيرة ويعملوا مشابهات هي كيف نشأت أمريكا مستوطنين إسرائيل مستوطنين وبرضي خد بالك إنه في كده مشابهة ما حيش بياخد باله منها إن الأمريكان الأباد والهم للحمر السكان أصلي سكان أصلي نعم فيعني يعني فالدور ده بقى الدينية اتغيرت معلومات أكتر في جالية عربية وإسلامية أكبر في الأكتر حقا طبعا نقل مشاهد القتل والدمار حي للناس فبقاش الموضوع أن أنا بيسمع البرنامج يقوله وحدث كت وكت وكت بيحتمل يحتمل الخطأ والصواب الكذب والحقيقة لا ده ده شكل مباشر طب النقب اللي بتخرجها هذه الجماعات اللي أنت وصفتها وده معرفنا يعني دي الجماعات الأعلى النقب اللي هتخرجها الجماعات يعني أنا لفت نظري مثلا حاجة زي معهد ناسيوتس للتكنولوجيا الام اي تي تعامل استطلاع داخلي جواه قال أنه 75% من الطلاب ضد التعاون ما بين المعهد وبين إسرائيل وقطعوا كل العلاقات الاقتصادية دي النقب شبه كمان في فرنسا عندنا فرنسا مع دولوم السياسية عمل مظاهراته الآن دخل تاني والسوربون وفي انجلترا يا ترى ده مدى المتوسط بيعكش ايه على النقب اللي بتسموها في العالم السياسية النقب الاستراتيجية يعني إذا كان التصور اللي دول لما حيطلعوا ويخش المخابرات والسي اي اي حيحملوا معهم هذه الأفكار حبقى حزر جدا يعني لن أعتبر إنما يحدث هذا مؤشر أيوة لأن النقب الاستراتيجية في الولايات المتحدة حتصبح أكثر تفاهما للقضية الفلسطينية بعد عشر سنين ليه دول لسة شباب لم يتولى منصبا لم يعين في مكان لا يعرف بعد فساد وتعقيدات الحياة ولم يرى ضغوط وسطوة رأس المال على الحياة الأمريكية يعني ما شفش لسة يعني يقول الشباب رمز ضمير المجتمع ضمير المجتمع بعضهم حيحتفظ بكلامه وبعدين برضو هما يعني يعني لو حت يعني حتناش كثير من دول لو حتقوله رأيك إيه مثلا القضاء على الأسرائيل لا طبعا ما فيش قضاء على الإسرائيل هما بيدينوا في هذه اللحظة التجاوزات الإجرامية اللا إنسانية للجيش الإسرائيلي وأكتر للمستوطنين تحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية ده شايفين ده شيء لا يمكن قبوله لا يمكن تبريره لا يمكن السكوت عليه ما يملكه إنه بيقوله لأ اوقفوا هذا التعامل اوقفوا هذه الجريمة إنما يعني سوف توقف التاريخ والباحثين السياسيين أمام ما حدث في الشهر اللي في الدوات طب ده 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 لوني عكسات على الحرية الأكاديمية ده اللي كنت لسمي لمهون هد طبع صحيح إنه إسرائيل يعني أنا سمعت خطبة رئيس الإسرائيل الإسرائيلي بالإنجليزي يقول اوقفوا هذه المعادلة السامية إن الطلاب اليهود يخافون الذهاب إلى الجامعة هو حول الموضوع من نقد لسياة السياسة الإسرائيل في قضية محددة صحيح إنه هي غزة وضفة الغربية وتجوزات إسرائيل والإسرار على استكمال العملية العسكرية العدواني العدواني على رفح حول دي إلى معادلة السامية ودي مفيش شيء جيء كل مرة إسرائيل تتزنق تقول دي عملية معادلة كلمة معادلة السامية حتخوف أي مسيحي غربي أوروبي أو أمريكي أوروبي أو أمريكي ورحمة الوضع كان في أوروبا أصر على طول النازية وحرق اليهود وهي دي معادلة السامية اللي نجحت فيه إسرائيل توسيع هذا المفهوم ليشمل أي نقد لسياسة إسرائيل بحيث أصبح إسرائيل محصنة يعني هي لا تريد أن تلتزم بالمبادئ الأخلاقية ومبادئ القانون الدولي التي تطبق لجوه العالم يبقى هي لها قانون بذاتها وتعفى من المسؤولية الأخلاقية الأخرى وأعتقد هو ده اللي يمكن إعلمنا يعني العودة إلى قضية قديمة التمييز بين نقد إسرائيل ومعادات السامية صحيح يا أخوانا فيه فرق كبير جدا بين نقد إسرائيل ومعادات السامية نقد إسرائيل ده أنا معترف في دولة إسرائيل إنما هذه الدولة بتمارس أمور لو مارستها مصر تنتقد لو مارستها أمريكا إنجلترا فرنسا تنتقد صحيح بتعتبر نفسها وصية أو حامية ليهود العالم لا يا أستاذ الشباب اللي في الشباب اللي في أمريكا دول مواطنين مواطنون أمريكيون صحيح يعني حمايته من سلطة الأمريكية كون إن إسرائيل تقول التالوة اليهودية الخوفين وكأن إسرائيل نصبت نفسها راعية ليهود العالم ده برضو معنى خاطير ولا يتصق مع القوين الدولي ولا مع أي أعرف دولية طيب عن مستوى الأبعد حضرتك كنت حذر من موجود تغيرات تطرع السياسة الأمريكية أو نخبتها أو نخبتها الاستراتيجية بس على المستوى القصير هناك يفصلنا عن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستة أشهر تقريبا وهذه التفاعلات أتت يعني بشكل واسع من فئة وهناك دميلتنا أمل مختار من مركز الأهرام الحيارية تستطيعات رأي على جيل الشباب والأجيال الأكبر مش بس الطلاب يترى وهناك طبعا متغيرات أخرى محاكمة الرئيس ترامب الوجودة والمحكمة العليا اللي أرجعت ما يتعلق بالانتخابات إلى ما بعد تفاعلات كثيرة يترى هذا العنصر في خلال دمدى قصير جدا ستة أشهر هاي كله تأثير إيه على الانتخابات الأمريكية شو دلوقتي هلأخذ حتة فلسطين الانتقاد الذي يتعرض له الرئيس بايدن من الجناح اليساري هو حزبه عدد من نواب في البرلمان ثم من الشباب ثم من الجالية العربية الكبيرة في بعض المحافظات يعني مدينة زي ديترويد سيارات الكبيرة نعم في جالية عربية إسلامية كبيرة ويمكن إيه المعضلة ما أقول لك أحمد زي زي سيد أحمد ما هو ترامب ألعن يعني الفكرة كلها أنت بايدن واخد هذا الموقف و ترامب يقول لك أن لو كنت في الحق ما كانت حماس تجرؤ تعمل اللي عملته ده خيام حماس بهذه الفعلة زي يقول أنك رأ اللي هو بيقولها أنه ده هو استهانة بالقوى الأمريكية وتأكيد للضعف الأمريكي الذي تسبب فيه بايدن ومن ثم يعني يعني هو بالنارين المواطن الأمريكي من أصل عروي إما أنه هو لن يشارك في التصويت أصلا اللي امتناع عن التصويت أو يضطر ياخد أقل الشرين يعني لو كان بايدن واخد موقف آخر كان فيه بديلين لا أنت بعدك شو بدلين اللي اتنين بيؤيده إسرائيل تأييداً بلا حدود هل ده يعني يؤدي فيه قلت اسم روبرت كيندي ما هو روبرت كيندي ده من قصة كيندي التاريخي صحيح اللي هي بدأت بروبرت جون كيندي اللي هو رئيس الأمريكي ستين حاجة زي كده ستين وواحد وستين واللي كان له مراسلات شهيرة مع الرئيس عبد الناصر صحيح وكان ده رئيس أمريكي تفهم أو بدأ في تفهم القطين الفلسطيني ونعيز فهم ووقتها الرئيس عبد الناصر بعت له جواب كان العبارة الشهيرة فيه أعطى من لا يملك إلى من لا يستحق على وعد برفور من بريطانيا التي لم تكن تملك وعدت بوعد إلى من لا يستحق الحركة السهينية اتقتل جون كيندي وذهب دمه كده أدراج الرياح وكان اللي بيترشح بعده أخوه الأصغر روبرت الأكبر اللي هو روبرت الأكبر واللي هو برضه وعشان التاريخ ناسنا تذكره اتقتل بالشاب فلسطيني اسمه سرحان سرحان بشارة سرحان صحيح وسرحان ده أنا كده كنت أقلل في الجرائد من أسبوعين ثلاثة قدموا داته وخرج من السكس عايز معلومة جديدة قاتل روبرت كيندي الأب يعني فأنا عايز أقول طبعا بعدها الأسرة اختفت من المسرح السياسي لكن عايز روبرت كيندي اسم أسرته لا أسطورة صحيح والأرجح أنه هو مرشح نفسه هذه المرة كتجربة كبروفا يدرب فيها نفسه يدرب بيها الجهاز بتاعه المكينة السياسية اللي بنيها أو اللي حيشتغل بيها إنما أعتقد إذا واصل يمكن أن يكون مهددا ويحصل على تذكرة أو بطاقة الترشيح من الحزب الديموقراطي في المستقبل ممكن تبقى هذه الاحتجاجات الشبابية والعربية نواع نواع له هذه المرة وإنه هي يعني عندهم إما الإمتاع عن التصويت أو الذهاب للتصويت للمرشح الثالث طيب انتقل ملف آخر ليس بعيد أبدا لكن أحدك متابعه بدقة شديدة وهو يعني التسارع الوساطة أو التدخل المصري لإنجاز صفقة إيقاف إطلاق النار وتبادل الأصلة وإنفاذ المساعدات وغير والنهاردة يعني المصادر المصرية المطلعة أكدت وجود وفد مصري أمني مختص متخص إنه كان فيه إشاعات طلعت على أنه لا مسؤولين سياسيين أمني كبار مصري كان فيه إشاعة أنه لوع بس كامل هو رئيس الوفد غير صحيح ده غير صحيح وتم نافي هذا الوفد المصري المختص موجود أخبار المتوفرة بعدها أنه هناك تقدم ملحوظ ده عن مصادر مصرية وإسرائيلية وإنه يعني مصادر إسرائيلية بتقول أنه ما قدمته مصر من المبادرة ما حدش يعرف تفاصيلها لسه لكن يبدو أنها ليست كالمبادرات السابقة بعد التفاصيل اللي أزعت تلقى قبول من كل الجهات في إسرائيل بشكل واضح إلا نتنياه لازم المنطق بعد أو عنده بعض التحفظات طبعا سيموتريتش وصديقه بن جفير المصاب اليوم قال أن هذا انتصار حاسم لحماس لو قبلت إسرائيل وكارثة وهزيمة كارثية لإسرائيل ويجب أن نحن حتركوا الحكومة لحماسات الموقف حدك أنت متوقع حدك في ظل التداعيات الكبيرة جدا ومخاطر الخاصات الرفحة وغيره إلى ما سنصل ومتى شوف حضرتك المتابعة بتوري أن عندك ازدحان في المعلومات بعضها خاطئ وموجه وبعضها يبقى أقرب إلى الصحة ما حدش غير الوافد ده يعرف إلا إيه طبيعة هذا المشروع المصري أني ما نتذكر أن كل المحاولات بقت بالفشل فيها آخر موافوضات كانت هنا في مصر وكان فيها وفود من قطر وأمريكا وإسرائيل وإحنا بعد كده تذكر رئيس الوزراء القطر يتلع عمل بيان وقال إن قطر تعيد النظر في دورها في الوسطة صحيح وقال كلام كده عام لك ممكن تفهمه لو عايز إن إحنا فوجينا بعض الأطراف في الغرف المغلقة يقولوا كلام إحنا وسعين نقبل كذا وكذا وكذا لما نطلع برة يقول لا ما قلناش هو ما حددش يقصد من هل يقصد حماس ولا الإسرائيليين وبعت ده أثير كلام إن قطر قد تطلب من حماس مغادرة قيادتها السياسية قيادة السياسية تطرق نعم قيادة السياسية الحماس اللي هو اسماعيل هنية والمشعل والناس دول الرئيس التوركي قال أو أكد إن قطر لن تطلب منهم كذا كذا ده أنت عندك جوه كده من الغموض في هذا الأمر مصر استمرت في تحمل مسؤولية وده شيء يحمد للأجهزة المصرية المتابعة لزي الموضوع وعملت طرح جديد المعلقين السياسيين الفلسطينيين أنا استمعت لهم النهاردة كلهم يقولوا عمل أقرب بالمستحيل إمكانية نجاح هذا العمل أقرب ما يكون للمستحيل في نفس الوقت أنا أقولك إسرائيل لأ منفتحة والحكومة الإسرائيلية مدية للوفد المفاوض الإسرائيلي مرونة أكبر صحيح مما جمعته يبدو أن المخترح المصري يحاول يربط كذا حاجة بعض يعني مش كلب كده مطلق والله يا حسن وقف الحرب إطلاق المحتجزين الإعانات الغازائية يبدو أنه عامل حاجة مركبة مثلاً 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 نقول مثلاً في أول مرحلة حنوقف الحرب لمدة كذا أسبوع يترفق معاه إن حماس تفرج عن كذا واحد مرأة الأربعين مرأة الأعشرين مقابل هذا إن إسرائيل تفرج عن من الأسرة الفلسطينيين كذا واحد في نفس الوقت يسمح به الإغافة الإنسانية كذا حاجة الجديد بقى في المبادرة المصرية في نفس الوقت يبدأ الإعداد لموضوع دولة فلسطينيين سياسي نعم أنا رأيي هو ده ده الجديد الجديد صحيح إنك ربط ربط تلت أربع مسارات نحن يقول في مرحلة يقول لك يصال كذا 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 فيما يتعلق بهذه الأور الأربعة بعدها بستة أسابيع أي أن كان المدى الزمني نعم ففكرة التجميع بين إنك طول من تحاصل نفسك في حاجتين وقف إطلاق النار و في حاجة خمسة كمان هو عودة الناس الفلسطينيين إلى شمال غزة فأنت عايز تعمل زي خريطة عمل أو طريق رود ماب تقول الفترة الأولى هيصل فيها على مستوى وقف إطلاق النار كذا على مستوى المحتجزين كذا على مستوى الإغاثة كذا على مستوى عودة الفلسطينيين كذا أعتقد الطرحة ده بغنى أن تفاصيله اللي أنا ما سمعتهش هي حماس رعيائي من الواضح يا أستاذ دياء كل الأطراف يتعامل أن تحت ضغط فضيع تحت ضغط تحت ضغط كل الحماس تحت ضغط هي طبعا عارفة ماذا يحدث فلسطينيين وماذا جرت عليهم من ويلات صحيح فإذا هو عايز هو أيضا عايز يوني الحرب بس عايز يوني الحرب ويحصل على ثمن طبعا يعني يقول للناس البهدلة والخراب اللي حصل ده في مقابله هيحدث هذا هو بالنسبة له أهم حاجتين عنده وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار المعونات الإغاثية ونتحرك في طريق دولة فلسطين طب عايزة قفنا وقول لك جملة اتفاضر لأنه بتأكد كلا رحضا مبارح في اليوكالي ترويترس سيد خليل الحية القيادة في حماس عمل حديث ملفت للغاية أمش حدك طلعت ليه أو لا وتحدث فيه عن كلام جديد بما فيه أن حماس ستتخلص من جنحها العسكري عندما يتم الاتفاق على اتفاق سياسي وانتدار غزة بمعرفة منظمة التحرير الفلسطيني وأكد أننا سننضم وأنها هي الجهة الوحيدة هل ده بيجي في توقيت بتطرح فيه مستاذ المبادرة؟ بس علمتني علمتني الحياة يعني أخد كده أي مؤشر لكن ما عولش عليه غير لما يتم تنفيزه أو يتم نقعد ده حتصيح صحف للموجة للناس لما هيقعد مع المفاوضين المصريين ولو منه نتزم بكذا حيسألوه السنوار موافق لأن مفتاح الحل مش في يد هنية يعني السنوار في يد السنوار اللي هو بيحارب هل المقاتلين مقابلين كذا؟ وربما لابد من يتأكد أن فعلا المقاتلين وفيها على كذا إسرائيل تحت ضغط لا يقل على الضغط اللي كذا أول حاجة أول ضغط أسر المحتجزين صحيح مظاهرات بعشرات الآلاف في كل المدن الحماس عملت حربة نفسية من يومين وطلعت شاب صغير بيتكلم شاب المحتجزين والشاب ده انتقد حكومة إسرائيل وقالت اتبعتونا ولم تقعدوا مهتمين طبعا ده وقعه النفسي على الرأي العام أسرته أسرت مئات الناس لما واحد من المختطفين دول أو المحتجزين يقول هذا الكلام فضغط طبعا فيه الضغط اللي بتهم رسولات المتحدة فيش كلام تيما تعلق في جانب الإنسانية نعم وفي جانب الإغاسة فإسرائيل أيضا تحت ضغط وكل العزلة الدونية بتانتها في العالم كله تيما تعلق ايه وقف إطلاق النار وقف حتيجي تقول هنا برضو قدر منها الصراحة لا يضر نعم مش كلها لكن قدر منها تمام وهو لازم كمان أنا قلت هنا عدرك هنا لازم الحرب تخلص يبقى الصنور وحمسهم في إدهم حاجة يبيعوها للشعب الفلسطين صحيح ولازم نتانياه وحكومته صحيح يبقى معهم حاجة دي نظر يعني الكل كاسب وين وين آه وين وين فهدرونا تيهو طب حيقول للناس بتاعه ايه يعني بعد الضرب أطول حرب أخذتها إسرائيل بشكل مستمر 200 ولا 200 و 2 يوم آه مئات القتلى إلى آخره آه فلازم حي مثلا إما حيقول مثلا الإفراج تم الإفراج عن المحتجين إلى آخره لكن في ناس بيقولوا حاجة تانية يجوز ياخد التمن أن دول عربية كبيرة تعترف أو تبدأ تطبيع مع إسرائيل آه يعني بدأت بعض تقارير آه أن بلينكل الشغل في هذا المجال آه 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 الفكرة أنه يبقى الدولة العربية كبيرة اشترطت وقف إطلاق النار آه كان فيه كلام عن آه يعني بناء علاقات إلى آخره توقف السبب الحرب صحيح أمريكا حريصة جدا عليها نعم فربما يكون ده فلما نتنيه في آخر الحرب يقول أنا عملت كذا عملت كذا آه وقضيت على شوكة حماس ورجعت المحتجزين وبدأت خطوة جديدة على طريق آه نحذر إسرائيل وأن ده ممكن يؤثر على المعاهدة اللي بيننا وبينكم صحيح صحيح يعني مصر أعرابت عن خلقها الشديد وبرضه يمكن نفهم في ضوء ذلك أن مصر حريصة على الوساطة إلى آخر لحظة طيب بالنسبة مصر وده آخر سؤال في سورة تعليق قناة ماشر الإسرائيلية الوقت الحالة قناة 12 إسرائيلية وقناة بتقول كل قادة الأمن بمن فيهم وزير الدفاع يؤيدون المقترحة المصري ده الخبر الأول الخبر الثاني وهو مهم وفي نفس ما صار لحدك قلته قناة 13 الإسرائيليون أبلغوا الوفد المصري أن الإسرائيل لن تسمح لحماس بالتلكؤ في المفاوضات إسرائيل عايزة لكن اليد ممدودة إلى اتفاق يتسم بقدر كبير من المرونة وحتى مبين قسين تسويات بعيدة المدر ده خلص ده مصادر إسرائيلية لحدك تعرف يعني الكلام ماشي في إطار اللي حم نتكلم عليه ده إن أنت عايز تعمل ما تعملش اتفاق فقط يحل المشكلة الحالية عايز تحل المشاكل العاجلة بشكل المتدرج وتفتح الباب في نفس الوقت للأفق السياسي لحل الجزر الجزر والاحتلال الجزر هو إقامة دولة فلسطينية مصدر طيب إحنا بإذن لا مكملين يعني مش هنقعد تاني مع بعضنا حسب وقت حضرتك أنا عايز أشكرك بقى لساب تاني لأ العفو أنا قلت يقولك قدر من الصراحة لا يضر لا يضر طبعا طبعا فعلى مستوى العلاقة اللي بيني وبينك أنا بحمد ربنا إن إحنا خلصنا إن بيقال حضرتك إن إذا الأهل يلعب ومعك ضيف بتسأل السؤال كده لتضيف وتبدأ تتابع المتش لأ من الصراحة في الأدراكش مش قداني لأ أنا طرقته قلت عشان نخرج نشوف مباشرة على الهواء ولكن التام صحيح يعني أولو أساس لا بيأحيانا بيحدث أحيانا بيحدث لا ولا سمنة للأهل اللي جاحنا يا رب إن شاء الله يا دكتور شكرا جزيلا شكرا جدا جدا أستاذنا الجليل وفكر كبير وأستاذنا مسلسات دكتور علي دي على تشريف حضرتك شكرا يا فعل شكرا يا كرام احنا خلصنا النهاردة حلقتنا الثانية هذا الأسبوع نسمكم على كل خير ولتأخي معاكم إن شاء الله الأسبوع القادم